مجموعة جديدة من طرازات هواتف آيفون 14 وساعات أبل والجيل الجديد من سماعة أبل كشف عنها خلال المؤتمر السنوي لشركة أبل الأمريكية والذي حمل هذا العام عنوان لأبعاد مدى في خطوة ستختبر مدى استعداد المستهلكين لاقتناء أجهزة أكثر تطوراً وسط موجة التضخم والوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم أبرز المزايا في هاتف آيفون الجديد هو إتاحة التراسل عن طريق الأقمار الإصطناعية في حالة الطوارئ S.O.S في حال عدم وجود خط أو شبكة واي فاي وسيكون الهاتف متاحاً في الأسواق ابتداء من السادس عشر خلال الشهر الحالي وتضم سلسلة الهواتف كاميرات محسنة وأجهزة أكثر دقة كما تم طرح مجموعة جديدة من ساعات أبل ووصفت ساعة ألترا بأنها أكثر ساعات أبل قوة وقدرة على الإطلاق تستهدف الأشخاص المهتمين بالمغامرة في الهواء الطلق والرياضات المائية إلى جانب تطبيق أوشان بلاص الجديد للغواصين بما في ذلك نموذج محسن من النسخة الأرخص أبل ووتش S.I. بالإضافة إلى الإصدار الجديد أبل ووتش سيريس ثمانية الذي ركز على ميزات الصحة والسلامة كما جرى الإعلان عن سماعتين أبل إير برودس برو الجديدتين مع تمكين المستخدم من ضبط الصوت بحركة أكثر مرونة وخفة كميزة جديدة عن الإصدار السابق بنسبة 33% ويتوقع المحللون أن تقفز أرباح أبل المرتقب الإعلان عنها في اكتوبر المقبل بعد تحسن سلاسل التوريد والإقبال المتوقع على هواتف آيفون 14 الجديدة